واقل علاء مات في حدثة ودخل المشرحة وهم بيطلعوا جسمه من التلاجة علشان التشريح لقوا عايش كل ده مش مهم المهم اللي حصل بعد كده 2015 وتحديدا في بدايتها واقل علاء كان راكب متسكلي وهو في سكة المطار وهو طالع الكبري عربية خبطته والموتسكلي تزنق في الصور وكاية حدثة جامدة جدا وطار من الموتسكلي من الفوق الكبري لتحت الكبري وجات الاسعاف ونقلته على المستشفى وخلال ثلاث ساعات في محاولة للانعاش او العلاج المستشفى كتبت ان وائل علاء مات وبلغوا الاهل وبدأت فعلا الزوجة في تحضير كل المراسل بقى والكفن والحاجات دي كلها وصحابه وقم في حالة زهول وخلاص الراجل مات ولانه مات في حدثة فكان ضروري جدا يكون فيه عملية تشريح للجزة علشان يحدده سبب الوفاة الفترة اللي المستشفى قالت فيها ان وائل توفى بدأوا يخدوه ودخلوه التلاجة بتاعت الموتسكلي وقعد جوه التلاجة لمدة ساعة كاملة في حالة برودة علشان يحافظوا على الجثمان اللي حصل ان وائل وهو جوه التلاجة صحي تاني صحي فلاقى الدنيا ظلمة حواليه مفيش اي نور وفيش اي حاجة بس حاسس ببرودة قوية جدا هو كل اللي جاء في دماغه ان هو مات وان هو اتدفن وفي انتظار الحساب ومرة واحدة بدأ يسمع صوت حواليه وطبعا مش عارف يفسر لانه ظلمة قوية جدا جوا التلاجة فالمهم الدكتور بتاعت تشريح والممرض اللي كان معاه بيفتحوا التلاجة عشان يطلعوا الجثة عشان يكتبوا سبب الوفاة بشكل نهائي تفاجئوا بان وائل علاء صاحي مفتح عينيه وطبعا تخضوا وجري ودي نتيجة طبيعية انك داخل مشرحة او شايف جثة وصحية قدامك فاكيد هتتخضوا وتجري بلغوا مديل المستشفى ومديل المستشفى نزل جري شاف وائل ومش مصدق اللي حصل وبلغ وائل يا وائل انت تكتب لك عمر جديد كل القصة اللي انا حكيتها دي قصة ممكن تكون متشابهة مع ناس كتير جدا تعرضوا لحدثة او اسناء العملية او غيره وبينتقلوا لعوالم او لأحداث تانية خالص وبيشوفوا حاجات احنا مش بنشوفها وبيشرحوا حاجات حصلة القصة في وائل انه مش في الحادثة نفسها واكتر قصة حكاها وائل بعد ما فاء يعني انه هو كان بيحلم انه كأنه اثمتش كورة ومرة واحدة المجرد مسكه وقال له مش وقتك دلوقتي ولقى نفسه فتح عينيه او صحيتين ودي كانت اكبر حكاية حصلت مع وائل القصة فيما بعد الحكاية دي وكأن الحادثة دي والحالة اللي اتعرض لها وائل والوفاة ودخوله ليه التلاجة غيرت تماما مصار حياته واهمها انه فعلا بقى عنده حالة انزعاج قوية جدا من النوم لانه ما بقاش بيعرف ينام لانه طول ما هدين هو بيسمع اللي حواليه حاسس بكل تفاصيل بتحصل في البيت او بتحصل حواليه ومش بس حاسسه هو بيقدر لما بيصحى يحكيها بالظبط والناس بتقوله او حصل يعني هو فعالية ما بقاش العقل بتاعه بيعرف ينام فدي بقت مشكلة كبيرة بالنسبة له الحاجة التانية انه وائل بقى يعرف يفسر الاحلام بطريقة وقعية يعني مش شخص مفسر احلام عادي لما حد بيحكي له حكاية بيفصر له تفسير معين بعد فترة قليلة جدا التفسير اللي قاله وائل بيحصل بالملي مفيش اي تغيير ومره صديق وائل بيحكي انه كان مسافر بلد يعني منين البلاد واعب مع وائل بيقوله انه حيسافر فوائل قاله بلاش عشان خطري ما تسافرش الموضوع انا مش مرتاح له وانا شفت ان فيه ناك حدثة وكذا فصاحبه حاس انه يعني الراجل ده يعني بيهول الامور واكيد مش كده المهم ما صدقش وائل مسافر هو وصحابه وفعلا عملوا حدثة كبيرة ولما رجع استغرب جدا ازاي وائل عرف يشوف الاحداث دي الجريبة كمان انه وائل بدأ كمان يدخل في حالة وينتقل بروحه لمكان معين وبيقتر يشوف احداث واشخاص واعداد بطريقة معينة وكمان بيسمع بيقوله ايه وبيتنقى شوف ايه ولما بيقعد مع الناس وبيحكي لهم ان ده حصل الحقيقة انه مفيش ولا مرة حكا حاجة ما حصلتش كل الحكايات اللي بيحكيها انه شافها او شاف الناس بتتكلم او شاف قعدة معانا بتحصل الحقيقة انه كل الاحداث دي حصلت عادي جدا والسؤال هنا هو فعلا ممكن تكون الحدثة اللي اتعرض لها وائل ودخوله للتلاجة اول والعيشة اللي عاشها في الفترة دي اللي هي تقريبا خمس ساعات هل فعلا ممكن تغير له تفكيره وتوسع استيعاب العقل او مدارك العقل بانه هو يقدر يشوف حاجات محدش فينا بيعرف يشوفها قصة واقل شبه قصص ناس كتير لكن الجديد في واقل هو اللي حصل له بعد الحدثة واقل مش حابب حياته والحاسس انه هو مش قادر يعيش طبيعي زي كل الناس بدأ يحس بكل حاجة هتحصل من قبل ما تحصل وده في حد ذاته شيء مش كويس مفيش انسان فينا ممكن يتخيل انه يبقى عايش وعارف اللي هيحصل وطبعا لا يعلم الغيب الا الله ولكن الفكرة انك فعلا ممكن تشوف حاجات غيرك ما بيعرفش يشوفها في قصص كتير بتجيلي على رقم الواتساب اللي ظهر قدامكم دلوقتي وبطلب كتير جدا من الناس انه لو ما عندهمش مانا احكي القصص بالذات الغريبة وما عندهش مانع يصور معايا ونعرض الحكايات دي للناس اكيد كتير مننا عنده حكايات وانا بشوف كتير منها على الواتساب وعلى قد ما بقدر برد على كل الناس شكرا جدا وسلام عليكم